إلى العراق حيث قتل ثلاثة أشخاص خلال تظاهرات حاشدة اليوم في العاصمة بغداد وعدد من المدن وصفت بالأكبر منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين مصادر طبية ذكرت أن تظاهرات التي انطلقت بداية أكتوبر الماضي خلفت أكثر من 250 قتيلاً وآلاف المصابين احتجاجات وصفت بالأكبر منذ سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وصلت إلى ذروتها اليوم مع دخول شهرها الثاني في العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية دون حل سياسي في الأفق ينهي الأوضاع المعيشية الصعبة وتفشي البطالة وغياب الخدمات الأساسية المحتجون تدفقوا من مختلف الطوائف والأعراق على ساحة التحرير ببغداد للاحتجاج على النخبة السياسية الغارقة في الفساد والخاضعة لنفوذ إيران التي حاول المتظاهرون اقتحام سفارتها ما أصفر عن سقوط قتلى وقرحة ومع تصاعد وطيرة الاحتجاجات كشفت مصادر طبية أن التظاهرات التي يشهدها العراق منذ بداية أكتوبر الماضي سقط خلالها نحو 250 قتيلاً وآلاف القرحة وفي إجراء لمحاولة تهديئة الشارع أصدرت هيئة النزاهة 60 أمر اعتقال بحق نواب في البرلمان ومسؤولين بسبب تهم الفساد في حين دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة ضبط النفس والانخراط في حل سياسي ينهي التظاهرات التي تحولت إلى أسوأ احتجاجات تشهدها بلاد الرافدين منذ 16 عاما نتيجة فساد النظام الطائفي والمحاصصة السياسية